اهلا بحضراتكم بعد الفاصل لما دخلت النادي الاهلي وخلاص تمشيت مع كابتن حسن ومع كمال بيحافظ ودخلت النادي الاهلي مين اول حد قبلك في النادي الاهلي؟ كان مختار وحمد جمعا هل دول كانوا تعرفهم انت قبل كده؟ اه طبعا مختار كان معايا في المنتخب السنة برضك في حتة فرقت معايا اللي لقبت في المنتخب قبل النادي الناس دي كلها كانت اصدقائي اه احنا كنا انا على طول طبعا تعرف لما كنا بنعمل تجمعات في المنتخب وكده كنا بنقعد مع بعض على طول وناكل ومش عارف حلويات ومش عارف ايه فاصدقاء والملعب دي سهلتلك بقى طبعا انت لما تخش النادي الاهلي وانت لأ مش عارف حالي عارف ليك اصحاب فيه اه طبعا مش لسه هتعمل صحبات جديدة لا ما خدتش وقت ما خدتش وقت جوة من النادي الاهلي قالك ايه مختار وحمد جمع طبعا بركولي طبعا وقالولي انت تستاهل وان شاء الله هتعمل اضافة قوية للنادي الاهلي طبعا كان فيه بقى طبعا الكابتن محمود الخطيب وانت طبعا وكان فيه مهر همام وكان فيه محمد عمر وزيز وصطفى يونس وصطفى يونس ولعبة كتير طبعا طبعا طهر الشيخ طهر الشيخ طهر الشيخ طبعا طبعا وصفوت وصفوت ومرحمه ومحمد عبدالباقي وفتح مبروك طبعا وحزم خالد حزم خالد طبعا اه طبعا الشخصية الجميلة لأ كان فيه لعبة كتير جدا شريف عبد منعم ومجد عبدالغاني ومجد عبدالغاني خليج جدالة خليج جدالة خليج جدالة كالعيب كله علاء ميهوب كالليس طالع طبعا علاء كان لسه طالع كان لسه طالع معه فطبعاً المجموعة دي كلها سهلت لك بقى طبعاً يعني بدل ما تاخد وقت أو بول ما تاخد على العيبة ومش عارفة لا دلكنت مثلاً أول يوم دخلت خلص أنا داخلت جوة الفرقة بتاعتي حلو قوي قبل ما تخش قط اللبس مع اللعبين أنت وانت رايح كده خلاص لك أصحاب زي مختار وحمد جمعة وماهر أمام والشلة اللي أنت معهم عد وقت ربنا يديمع عليك يا عم وشفت إن فيه نجوم كتير جداً في النادي الأهلي شفت طهر الشيخ وشفت يزيزو وشفت الخطيب وشفت مصطفى عبد وشفت مختار مختار وشفت محمد عامر وكل الناس دي كلها إيه اللي دار في ذهنك؟ قلت أنا هقدر ألعب على الناس دي لا كنت أنا في الوقت ده إلقت لا في الوقت ده كابت المصطفى أنا راجع من خدت سيقة بقى آه راجع من نجيريا بطولة الأمم الأفريقية آه أنا عمل بطولة يعني الله يرحمه كابتل أستاذ ناجبي المستكاوي كتب مقالة وإحنا راجعين قال لهم أنا طبعا عملت مباراة هناك يعني أنا جاب جول في الجزائر كان محمود الخطيب جاب جول أولاني وأنا جبت الجول التاني وعمل بطولة على مستوى إيه فكتب كده في المقالة بتاعته قالك بعد كده لما تحبوا تجيبوا المنتخب مصر هاتوا رمضان السيد وبعد كده بنقل عشرة تانية شوف العشرة تانية آه وبعدين دي مقالة دي مش كده أنا بقولها دي مكتوبة كمان يعني أنا حتى شايلها عندك؟ آه طبعا طيب عشان نزلها بس كده للصدر المشاهدين طيب أنت بقى روحت عندك السخة آه إن أنا جاي من منتخب مصر ولسه ملاعبتش في النادي الأهلي ويعني أنا بش أقولك إيه أنا لعب أساسي في منتخب مصر على نجوم كتيرة جدا طيب وإنت موجود بقى في النادي الأهلي مين من النجوم اللي أنت قابلته في الأول كده وقعد أتكلم معاك وبتاعه وحسيت إنك إيه بقى رجل قديم بقى لك سنين في النافنان نحن نسينا شطة كمان كم معانا شطة ده شطة أساسي شطة أساسي لبلنا الدنيا شطة طبعا طبعا مين النجوم بقى اللي أنت أعملته؟ والله كله كله كابتن مصطفى أقول لك حاجة الكابتن محمود الخطيب يعني طبعا أنا في المنتخب فترات كبيرة فبالتالي يعني ده أول واحد برضك قال رمضان ما تقلقشي وإنت يا ابني لعيب كويس وكده وبتاعه هتكمل بشكل كويس كله كله الحمد لله رب العالمين أنا علاقتي أصله كان بلعيبة المنتخب لعيبة النادي الأهلي عشان أنا أهلاوي كماء النادي الأهلي فكانت اللعيبة دي كلها ورعيبة مني جدا لما قالوا لك أنت أول مرة دخلت فيها غرفة الملابس بتاعة اللاعبين طبعا طبعا تختلف عن غرفة ملابس تصنيع طبعا مش كده ولا ليه؟ طبعا طبعا طيب إنت إيه اللي حسيته أول ما دخلت كده القوضة كده مع النجوم دي كلها وبتقلع فوسة النجوم دي كلها أو أنت كنت معهم في المنتخب إنما النادي الأهلي ده في حتة تانية طبعا طبعا بصة أقول لك حاجة كتبو الصفة يعني النادي الأهلي يعني من قبل حتى ما بتخشي النادي فيه كيان آه آه كيان كبير جدا 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 يعني أنا بشوف مثلا ناس مثلا فترة دي مثلا يتكلموا عن نادي الأهلي وتكلموا مش عارف على إيه وبتاع أقول لهم لا لا مفيش نادي في مصر مع احترامي لكل أنديية مصر مع احترامي لكل أنديية مصر يعني حتى هيقرب من نادي الأهلي من تاريخي نادي الأهلي من 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 الانتصارات والبطولات اللي حققها نادي الأهلي محدش هيقرب كل حاجة بقى كل حاجة اللي كانت ما بقول للأنديية وبقول للتحدات تحد الكورة أو للتحدات اللي موجودة في مصر بقول لهم والله العظيم بقولها كده بتاريخة ولا حاجة وأنا عوزوا بالله أنا بقول لكم اتعلموا من نادي الأهلي نادي أهلي مؤسسة خدوا كويس اللي ناسبكوا ما تاخدوش الوحش انتوا شافيوا وده بشعيف النادي أهلي مصدر سعادة للشعب المصري وانتوا بتشوف النادي أهلي ما بيكسب بيعمل ايه وبتشوفوا منتخب زي اللي حصل في المنتخب بالناشئين ومنتخب الأول بالإخفاقات اللي حصلت بتشوفوا الناس بيتغمق دي ايه دخلت وقط اللبس اه اول مرة نزلت فيها ملعب التيتش برضو زي ما اول مرة أخش النادي زي ما اول مرة أخش قط اللبس زي ما اول مرة رجلي تلمس ملعب النادي الأهلي بتيتش طبعا طبعا حاجة حلم يعني أنا كل تفكير عمال بحمد ربنا الحمد لله يعني كل بقى خطوات دي بحمد ربنا واقولي يا ربي يعني الحمد لله يا ربي حققت لي حلمي وحلمي ايه ده حلمي الكبير من واسع اه كبير قوي قوي يعني أنا حتى لو كنت بحلم مش هتحقق مش هتحقق كده لا ده هتحقق بشكل كويس قوي والعب منتخب مصر واروح النادي الأهلي وهنا هتوقب في الجزئية دي يا ربضان واقول اللعيب اللعيب اللي بيعمل اللي عليه وبيكتهد وبيشتغل على نفسه ربنا بيديله زي ما انت اشتغلت على نفسك في الأول وانت في مصر حسنة تلاتين وأجبرت الناس ان اكتغلت منتخب وبعد المنتخب كنت ممكن تروح أهلي أو زمالك وروح تنادي الأهلي بعد كده وحققت طموحاتك لان انت انت عايز مش مجرد انها هروح لعب زي بعض فيه لعيبة كتير قوي دلوقتي ما تصلحش إلا في أهلي ولا في زمالك وللأسف يقول لك لعيبة كبيرة ما عرفش على أي أساس ترجمة نانسي قنقر